بسم الله الرحمن الرحيم أهلا ومرحبا بكم ومع حل أنشطة الأضواء على القواعد الإملائية على درس التنوين لاحظ واكتشف النشاط الأول صوب ما تحته خط في كل جملة من الجمل الآتية صوب الخطأ لابست ثوبا جميلا قلنا في تعريف التنوين أن التنوين هو نون ساكنة نون ساكنة لكن تنطق ولا تكتب تنطق ولا تكتب يبقى الخطأ هنا أن النون كتبت يبقى إذن هو نون ساكنة تنطق ولكنها لا تكتب طيب كيف نصحح نقول ثوبا هكذا يبقى هذه الباء بعدها تنوين أو عليها تنوين الباء عليها تنوين ولكن في حالة النصب في حالة النصب والتنوين بالفتح تكتب ألف هكذا بعد التنوين ثوبا جميلا ثوبا جميلا نضع التنوين فوق اللام إبقى إذن في حالة التنوين بالفتح يظهر التنوين على الحرف الأخير من الكلمة ويضاف بعده ألف ألف إيه زائدة يبقى هذا في حالة التنوين بالفتح تاني في حالة التنوين بالفتح لأن سنطبق ذلك على ما سيأتي يظهر التنوين بالفتح على الحرف الأخير الحرف الأخير بالكلمة هنا به والحرف الأخير هنا اللام ويضاف بعد هذا التنوين يضاف بعده ألف هذه الألف زائدة يعني ليست من أصل الكلمة الكلمة اسمها ثوب طيب يبقى ثوبا جميلا لبست ثوبا جميلا شربت نفس برضو هنا تنوين بالفتح طيب انت شايف هتلاقي أعرفه إزاي في فتحة هي فوق البي وهنا برضو في فتحة فوق اللام فتحة فوق الري فتحة فوق الثال يبقى إذاً ده بيعرفك إنها هيكون هنا تنوين بالإيه بالفتح فأقول عصيرا لذيذا هكذا ونضع التنوين فوق الحرف الأخير من الكلمة طيب منظر الهد هدي رائع في ضمة يبقى إذاً ده تنوين بالإيه بالضم شواطر رائع هكذا يبقى إذاً لا نضع ألف بقى يبقى متى نضع الألف الزائدة في حال التنوين بالفتح فقط أما هنا تنوين بالضم صعد المسافرون إلى قطار قطار نحزف النون هذه نحزف النون هذه في الجميع نحزف النون ونضع مكان هذه النون تنوين طيب لأن التنوين هو نون إيه؟ نون زائد بإذاً هنا تنوينه بالكسر طيب قطفت مريمو وردتاً وردتاً هنا لا نزيد ألف هنا آه لماذا؟ لأن الكلمة الحرف الأخير من الكلمة تاء مربوطة الحرف الأخير من الكلمة تاء مربوطة فبالتالي لا تزاد الألف هنا طيب وشرحنا ذلك بالتفصيل في الدرس في الدرس الشرح ارجع عليه أولاً ثم تابع هذا الإيه؟ هذا الحل استقبل الأبو ضيفاً ضيفاً هنا تزاد الإيه؟ تزاد الألف تزاد الألف بعد التنوين ضيفاً طيب محمد طالب طالب هنا تنوين بالضم طيب جلست في فناء تنوين بالكسر يبقى إذن يرسم التنوين على الإيه؟ يرسم التنوين بالفتح على الحرف الأخير من الكلمة قبل إضافة ألف الإيه؟ التنوين بنزود الألف ولكن لو كان آخره تاء مربوطة يبقاش بالزود ألف وأيضاً لو أخره همزة زي كلمة مبدأ زي ما هتجل ها؟ وأيضاً الهمزة اللي قبلها ألف مد زي كلمة ماء وهكذا يبقى هذه بعض الحالات التي إيه؟ نزيد فيها ألف أو لا نزيد فيها ألف النشاط الثاني اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين قرأت قصة ممتعة يبقى إذن هذا تنوين بالفتح لا نضيف الألف طيب وضع الصياد الأسد في قفص يبقى لا نختر النون اللي مكتوبة لماذا؟ لأن التنوين نون ساكنة تنطق ولا تكتب طيب زرع الفلاح قمحاً هنا نزيد الألف إن بتضاف ألف زائدة بعد بعد الحرف الأخير أو بعد التنوين الذي يوضع على الحرف الأخير طيب قابلت قابلت من؟ قابلت عمراً بل نكتب النون عمراً هذه عمراً وليست عمراً طيب في الحديقة سلم المعلم الجائزة لخالد لخالد هنا تنوين بالكسر وهنا بالفتح وهنا بالفتح وهنا تنوين بالكسر وهنا بالفتح طيب وهنا حفظ الفتاة جزءاً أم جزءاً كيف نكتب كلنا إذا انتهى الكلمة انتهت بإيه؟ بهمزة نزيد نزيد الألف لماذا؟ لأن الهمزة هنا ليس قبلها ألف مد خلاص؟ يبقى جزءاً طيب أنشأ العمال بناءً نختار بناءً أم بناءً بدون الإيه؟ هذه لماذا؟ لماذا؟ لأن الهمزة قبلها ألف مد الهمزة هنا قبلها ألف إيه مد أما الهمزة هنا ليس قبلها ألف إيه مد طيب رسمت فاطمة قطة هنا الكلمة انتهت بتاء تاء مربوطة فلا تضاف الألف التنوين لا تضاف ألف التنوين إبقى رسمت فاطمة قطة النشاط الثالث أكمل الجمل الآتية باسم مناسب مراعياً التنوين أحمد نقول مثلاً تلميذ تلميذ ونضع التنوين بالإيه؟ بالضم مثل هذا بتلميذ نشيط تلميذ نشيط أو ممكن تقول ولد نشيط أو طالب نشيط وهكذا طيب أعيش في في إيه؟ قرية رائعة في قرية ونضع التنوين بالكسر مثل هذا هنا تنوين بالضم وهنا تنوين بالكسر يبقى قرية رائعة يبقى إذا هذا تنوين بإيه؟ بالكسر بالكسر ممكن تقولي أعيش في بلدة رائعة أو في مدينة رائعة رأيت إيه؟ صافياً اللي بيكون ماءً ماءً هكذا ولا تزاد الألف ولا تضاف ألف التنوين لماذا؟ لأن الهمزة قبلها ألف مد فلا تضاف ألف التنوين إبقى تنوين بالفتح ماءً صافياً في النهر صمم المهندس صمم المهندس إيه؟ بناءً مثلاً أو بيتً صح؟ أو منزلاً كبيراً إبقى هنا لا تزاد الألف التنوين أو لا تضاف ألف التنوين بعد الهمزة لماذا؟ لأن الهمزة قبلها ألف إيه؟ مد تمام أما هنا تزاد الألف إبقى بناءً كبيراً تنوين بالفتح شاهد الغواص هايشو فيه الغواص في البحر حوتاً أو سمكاً ها؟ حوتاً هكذا هنا تضاف الإيه؟ تضاف الألف تضاف الألف بعد التاء ونضع التنوين فوق الإيه؟ تنوين بالفتح تنوين بالفتح طيحوةً ضخماً أقامت الدولة أقامت إيه؟ مدرسةً مدرسةً واسعةً واسعةً تنوين بالفتح مثل هذا خلاص؟ خلاص؟ إبقى تنوين بالإيه؟ بالفتح أو مستشفاً طيب لو كتبنا مستشفاً 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 نضع التنوين هنا فوق الفاء إبقى إذن؟ مستشفاً بعد ذلك النشاط الرابع اقرأ كل فقرة ثم استخرج كل كلمة بها تنوين وحدد نوعه نستخرج كل كلمة بها تنوين ونحدد نوع التنوين خيب محمد محمد تنوين بالإيه؟ بالضم تنوين بالضم محمد تنوين 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 بالضم تنوين بالضم بالض بالضم طيب المهم أيضاً طالب تنوين بالإيه؟ بالضم منظم محمد طالب منظم تنوين بالضم يستيقظ وينام مبكراً مبكراً تنوين بإيه؟ بالفتح تنوين بالفتح تنوين بالفتح مبكراً ويذاكر دروسه بجد جد 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 تنوين بإيه؟ شاطر شاطرين بالكسر تنوين بالكسر يبجد وأيضاً إتقان تنوين بالكسر ويعمل مجتهداً مجتهداً تنوين بالفتح تمام؟ على تحقيق مركز مركز تنوين بالكسر عال عال تنوين بالكسر عال هي أصلها إيه؟ عالي ولكن بنحزف الياء ونكتب تحت اللام الايه؟ التنوين التنوين بقى بيعوض عن الايه؟ عن هذه الياء المحزوفة عال يبقى تقولش عالي لا عال في دراسته ويسعى بكل جد جد برضو تنوينه بالايه؟ بالكسر إلى إرضاء والديه بقى كن صادقاً صادقاً تنوين بالفتح طيب كن صادقاً مع نفسك فلكل إنسان إنسان تنوين بالكسر طيب آمال آمال تنوين بالضم يسعى ليحققها وليت الناس يتمسكون بدينهم وهم يسعون لتحقيق أهدافهم فهذا مبدأ مبدأ تنوين بالايه؟ بالضم طبعاً مبدأ آخر إيه؟ همزة آخر همزة يرسم التنوين فوق الإيه؟ فوق الهمزة مبدأ يعيه كل ذي طموح طموح تنوين بالكسر وبصيرة تنوين بالكسر النشاط الخامس النشاط الخامس هتكتب هنا الأخطاء وهنا تصويب الأخطاء خلاص يبقى تخلي حدي من لهالك أو تكتب إيه ورائه النجاح ثمرة الإصرار الدائم على العمل النافع والناجح يفوز دائماً بما يريد ويكتب صحيفة مجده بيده وهو يبذل الجهد بمثل هذا تبنى الأوطان وتزدهر الحضارات فلا تتكاسل عن تحقيق النجاح والتفوق لماذا؟ ليفخر بك وطنك فلا تتكاسل عن تحقيق النجاح والتفوق ليفخر بك وطنك ترجمة نانسي قنقر